ردت كتلة النهج الوطني على بيان رئيس ديوان الوقف الشيعي حول اتهام حزب الفضيلة بالاستحواذ على مقدرات جامع الرحمن وفندت الكتلة ما وصفتها بالافتراءات والأكاذيب التي تضمنها بيان رئيس ديوان الوقف الشيعي باتهام حزب الفضيلة بالاستحواذ على مقدرات جامع الرحمن بما أكدت مباشرتها بإجراءات إقامة دعوة لدى القضاء على رئيس ديوان الوقف الشيعي